موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديثنا للصحافة لهذا اليوم نبدأ حديث الصحافة من صحيفة الفاينانشل تايم التي كتبت تقريراً عن الأوضاع الميدانية في سوريا بعنوان برامل الموت تهدد محادثات السلام جاء فيه تقول الصحيفة إن القوات الموالية للنظام أنطلت مدينة حلب بالقنابل خلال الأسابيع الستة الماضية وهو ما أدى إلى تدفق أعداد إضافية من النازحين على الحدود التركية وترى الصحيفة أن الحملة التي تشنها القوات الموالية للحكومة على مدينة حلب التي يسيطر عليها المعارضون إنما تهدف إلى التأثير على وفد المعارضة المشاركة في محادثات جنيب وفي الوقت ذاته إحراج رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان أكثر في الانتخابات المقبلة وتضح الفاينانشل تايم أن حزب أردغاني واجه انتقادات في سوريا بسبب أعداد النازحين السوريين المتزايدة في البلاد وعليه فهو مجبر على تضييق معامر الدخول عبر الحدود وتنقل الصحيفة عن النازحين الذين وصلوا إلى سوريا قولهم إن القصف الجوية حول المدن أدى إلى دمار كبير لكن أفراد الأفراد المعارضة المسلحة مستميتون في قتالهم القوات الحكومية وتضيف الفاينانشل تايمز أن سكان حلب يطالبون المجتمع الدولي بمنطقة حظر جوي لحماية المدنيين من برامل الموت التي تحصد الأرواح وتدمر البيوت ننتقل الآن إلى صحيفة السفير التي نشرت مقالة للكاتب ثمير العيطة بعنوان أية أسس سياسية خلف جنيب جاء فيه أطلقت عملية التفاوض الحالية الجارية في جنيب أليات قد تتخطى كلا الفريقين المفاوضين لكن المشكلة هي في انسداد أفق التفاوض الحالي باعتماده على الشطارة أكثر من السياسة كأساس لوضع تصور حقيقي لإنقاذ سوريا كوطن يعمل النظام على تضييع الوقت في جنيب بينما يقيم مصالحات واتفاقات لوقف إطلاق النار على الأرض إن هذا يؤسس لإدارة ذاتية ستغير إذا ما تعممت القواعد الدستورية القائمة ولن يكون دوامها ممكنا من دون غطاء سياسي ومؤسساتي حقيقي وبدو الإتلاف يضيع أيضا الوقت عبر طرح ورقة رؤية للحكومة الانتقالية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تشكل تراجعا عن أسس التوافقات الوطنية التي تمت صياغتها في القاهرة في تموز 2012 ذلك أن مرجعية هذه الرؤية هي لقرارات مجلس الأمن الدولي وليست لعهد وطني تتوافق عليه الأطراف كما أن الحكومة لا رقابة عليها من قبل جسم تشريعي أو قضائي انتقالي مستقل عنها ومن قال أن الطرفين المفاوضين الحاليين يحق لهم الاستفراد طويلا بالسلطة المركزية إن اتفق من دون رقابة شعبية وما معنى هذا الاستفراد في ظل انتشار السلاح والإدارة الذاتية بحكم الواقع للبلدات والمناطق الأسوأ من ذلك أن طرفي التفاوض الحاليين يتلاعبان في ممارستهما حيال بقية أطراف المعارضة السياسية كما المدنية من جهة عبر الاعتقالات والضغوط ومن جهة أخرى عبر محاولات سياسية تهدف إلى شرذمة تلك الأطياف تحت غطاء خطابات سياسية معسولة وبدعم من القوى المسمى صديقة لسوريا وكأنما الهدف هو الوصول إلى اتفاق طائف لتقاسم السلطة على الطريقة اللبنانية بين أمراء الحرب لاقتسام الغنائم يشمل تعبير أمراء الحرب هنا ليس فقط الذين بإمرتهم كتائب مقاتلة بل بشكل أوسع المستفيدين من هذه الحرب يرفض الطرفان العمل على قواعد سياسية للتوصل إلى رؤية أسس الوطن والمواطنة المستهدفة أو لوضع المرحلة الانتقالية على أرضية دولة قانون بالحد الأدنى بحيث يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لا شك أنه يجب التوصل إلى توافق إقليمي ودولي لإخراج سوريا من الحرب القائمة ولكن ليس لوضعها تحت الوصاية الدولية إنما فقط لضمان التزام الأطراف الخارجية بحل سوري وصحيح أنه يجب محاربة الإرهاب ولكن ليس من أجل الإبقاء على من تثبب بالإرهاب وصحيح أنه يجب الانخراط في مرحلة انتقالية ولكن ليس فقط من أجل إيصال الإغاثة وإطلاق المعتقلين كما ورد في وثيقة طرف المعارضة في جينيف وإنما لإعادة بناء سوريا التي دمرها أمراء الحرب هؤلاء إن الحل السياسي هو بالتحديد من أجل الوطن وأهله لا من أجل الزعامات السياسية نتابع معكم مشاهدنا الكرام وننتقل الآن إلى موقع حبر لار الإلكتروني الذي نشر مقالة للكاتب سفيان أبو أمير بعنوان الصفوية الجديدة تهدد أن تركيا جاء فيه إن تاريخ العلاقات تركيا الإيرانية القائمة على الربة والشك وعدم الثقة بين الطرفين على الرغم من محاولة القادة الحاليين من الدولتين تسويق عكس ذلك فهل التاريخ يعد نفسه في العلاقات التركية الإيرانية كانت الدولة العثمانية السنية في أوج قوتها تقاتل أعداءها من الصليبيين على عدة محاور الروس وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والبرتغال وبينما كانت تفعل ذلك كانت سهام الصفويين تنطلق باتجاه الدولة العثمانية وتشغلها عن مثابعة فتوحاتها وتعقد التحالفات مع الدول الأوروبية ضدها الأمر الذي جعل الصدم بين العثمانيين والصفويين أمرا لا مفر منه وتعتبر معركة جالديران سنة 920 هجرية 1514 ميلادية والتي انتصر فيها العثمانيون انتصارا كبيرا غير أنهم لم يقضوا على الصفويين قضاءا نهائيا فأعادوا تنظيم صفوفهم ووصلوا حبك المؤامرات وذلك لأمرين خطيرين الأول إعاقة الفتوحات الإسلامية لأوروبا لأن العثمانيين يضطرون إلى وقف حصارهم للمدن الأوروبية والعودة لتأمين حدودهم مع الصفويين واسترجاع ما كان يستولي عليه الصفويون من البلاد والثاني أن التحالفات التي عقدها الصفويون مع الدول الأوروبية والتسهيلات التي منحوهم إياها شكلت بداية عهد الاستعمار والوجود الأوروبي في بلاد المسلمين نعم وافق الحكومة التركية في وجود مؤامرة ضدها لكن من وجهة نظري هي عودة المؤامرة الصفوية ضد الدولة العثمانية بثوب جديد هو ثوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهدت تركيا منذ وصول حزب العدلة والتنمية إلى الحكم عام 2002 صعودا مضطردا على الأصعدة كافة فأصبحت بذلك أكبر قوة إقليمية منافسة لإيران في المنطقة فأعد مؤامرة ترمي إلى زعزعة ثقة المجتمع الدولي بحكومة أردغان في هذا الشأن كشفت مصادر صحفية تركية نقل إيران عناصر من تنظيم القاعدة من دولة باكستان إلى سوريا عبر تركيا سعيا لتلويث سمعة تركيا في المنطقة والعالم وإظهارها على أنها دولة داعمة للإرهاب هذا طبعا الهدف الظاهر لكن المبطن منه هو تحطيم دولة سنية لها تاريخ وحاضر ومستقبل وكشف تقرير بأن الإدارة الأمريكية وصلت إليها معلومات تفيد بأن القيادية بتنظيم القاعدة ياسين السوري الذي يتولى عمليات نقل عناصر التنظيم إلى سوريا على ارتباط مباشر بطهران وتم كشف تفاصيل ذلك عندما قبض على الرجل الثاني في تنظيم القاعدة سليمان مغيف في أنقرة في كانون الثاني 2013 بعدما حاولت المخابرات الإيرانية تهريبه إلى سوريا عبر الأراضي التركية وكانت الحكومة التركية وجهت حينها تحذيرات شديدة لهجة إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية وأضافت نعلم جيدا ما الذي تحاولون فعله فأعرضوا عن ذلك علي يمكن القول أن أساس الصراع في تركيا هو صراع أيديولوجي بحت بين قوتين إقليميتين لاعتبارات عقدية وتاريخية ننتقل الآن إلى موقع زمان الوصل الذي نشر مقالا لشام صافي بعنوان من جينيف إلى سوريا محاولة لاستثقاء حرب أهلية قالت فيه أن يقف وفد النظام مع وفد المعارضة دقيقة صمت على أرواح الشهداء أو القتل السوريين في مؤتمر جينيف ونسوا أن الراعي للمؤتمر مسؤول عن تحديد الجلاد ومحاسبته وفي مخيم اليرموك أدخلوا السلال الغذائية أو ما يسمى بالمساعدات إليها وفي محفل ذلك أشاروا إلى أن السبب في ذلك خلافا بين الفصائل الفلسطينية ونسوا الحقيقة الأساسية أن النظام هو الذي حاصر المخيم وهل يصلون فعلاً اليوم صلاة الاستثقاء في المساجد التي يسيطر عليها النظام ومشايخ السلطة؟ ونسوا أن الشرطة الأساسية لصلاة الاستثقاء هو رفع الظلم هناك قاسم مشترك هام بين الحوادث الثلاث التي حصلت خلال يومين متتاليين ترى هل الدول العظمى تعلمت من النظام كيف يضيعون الحقوق؟ أم أن سير النظام العالمي المدقع في الظلم والمصالح اللا أخلاقية هو الملهم للنظام والمحرك له والدافع وهو إشارة المرور الفورية الآمنة؟ ترى هل مشايخ السلطة هم من مدوا للنظام يد الطاعة؟ أم أن النظام هو من شكل هؤلاء وتعلم منهم كيف يكون سوق الناس؟ ولو كان ذلك بعيدا عن فحو الشريعة الإسلامية المنيرة للظلام الذي بيتنا فيه هل هؤلاء جميعا يلبسون الحق بالباطل ليحاولوا إضاعة الحقوق؟ هل هي مجرد صدفة حدث هذه الأحداث معا؟ لم تكن الإشارة تلك بأن الفصائل الفلسطينية تتقاتل في اليرموك كلاما بريئا لأنه أشبه بالقائل إن الأمر كله حرب أهلية حينما حاولوا قلب حقيقة أن الأحداث في سوريا ثورة شعب ضد نظام ظالم مجرم مستبد وبذلك ففي اليرموك أيضا الأمر مجرد خلافات بين الفصائل التي تقاتل بعضها وطبعا أنظام متملص من مسؤوليته حينما يتم إخفاء حقيقة واضحة كالنهار لأنه هو الذي يحاصر اليرموك وهو المتسبب بموت أهله جوعا لم تكن صلاة الاستسقاء صلة حقيقية بين العباد وربهم لأن أصلها وشرطها أن يرفع الظلم بين الناس وإذ بالمجرمين الظلمة يعلنون أنها صلاة استسقاء أي غياب عن الحقيقة؟ وأي تغييب هذا؟ وهل من يصلي ويأم الناس مقتنع بأن الشروط محققة؟ أم أنهم مجرد منفذين للأوامر طالما أن صورة عملهم هي الصلاة وحقيقتها تأذية الأوامر؟ عجبا لمن يسيء للدين ويسيء للحق والأخلاق والعجب الأكبر لمن لم يستفق بعد لهذه الحقائق نواصل معكم حديث الصحافة وننتقل الآن إلى مجلة عين المدينة التي نشرت مقالا بعنوان ذول ما سيتولون الشبل قالت فيه لم تتعلم زمرة الأسد من عالم العصابات إلا الجريمة والابتدال فهي تعجز عن مجارات العصابات في الظهور بمظاهر الجد والمسؤولية وتخفق في كل مرة في إحراز ولو جزء يسير من الاحترام أرز ذلك في مؤتمر جنيب الأخير بسلوك أعضاء الوفد الأسدي فرادا ومجتمعين وفي تصريحاتهم لوسائل الإعلام وفي تعليقاتهم الخاصة أيضا فلون الشبل مستشارة بشار الأسد الإعلامي على سبيل المثال لم تكف عن الضحك أثناء كلمة وليد المعلم الطويلة جدا واستخيفة جدا أمام العشرات من وزراء خارجية الدول وتتفاخرون الشبل بهذه الضحكات التافهة مفسرة ذلك لمقربين منها أنها كانت تضحك على كيفية إجبار الحكومة السورية لأربعين دولة كانت تحضر افتتاح المؤتمر على حسن الإصغاء طلة نصف ساعة أو أكثر وقالت طرحت على وزير الخارجية أن تكون الكلمة طويلة على هذا النحو وأن يتمها حتى وإن جرت مقاطعته وهذا الذي حدث وأضافت لتفسر ضحكة أخرى ضحكت أيضا على كيري حيث كان يضع يديه على خديه مثل العاجز لهو ولا غيره يرغب جديا أو يستطيع تغيير النظام السوري وفي رسالة أخرى لها بحسب ما تناقلت وسائل إعلام الشبيحة وففحاتهم تقول لونة ضحكت على رأس حيثم المالح المضمد بالشاش وهو يجلس خلف الجربة كان أحدا ضربه قبل دخوله المؤتمر ثم لا تلبث أن تطفي شيئا من الجد في رسائلها عن المؤتمر لطمأنات قطعان الشبيحة على مستقبل قائدهم السياسي تقول لا تقلقوا الرئيس باقا وسيترشح لولاية ثانية ولا يستطيع أحد تغيير هذا الواقع بما في ذلك الولايات المتحدة وسنبقى في المؤتمر حتى يمل الآخرون وينطرفوا من حيث جاءوا والأيام القادمة ستثبت لكم صحة كلام لا شيء غريب رغم كل هذا فالدولة التي يصبح فيها قاصر مثل بشار رئيسا تصبح فيها امرأة سوقية مثل لولا الشبل دبلوماسية ننتقل الآن إلى صحيفة العهد التي نشر فيها أحمد دعدوش مقالا بعنوان محاولة للفهم والفعل قال فيه عندما اندلعت الثورة السورية على هيئة مظاهرات سلمية تنادي بشعارات التحرر والديمقراطية ومع شيوع مظاهر التضحية وتوالي سقوط الشهداء وتصاعد الروح البطولية في العقل الجمعي لم نكن نتجؤ إلا نادرا على استفزاز هذا العقل اللاعقلاني بدعوات التعقل والتفكر والتصويب ولسيما مع تخلف النخب الدينية والثقافية عن اللحاق بركب الجموع النضالية مما أفقد هذه الجموع كثيرا من احترامها السابق لبعض مبادئ الدين والثقافة وكما هي عادة الثورات صاعدت إلى السطح نخب جديدة للقيادة قد لا يملك معظمها شيء أن يذكر من المؤهلات العلمية والفكرية والعذكرية غير أنها تتمتع بقدر وافر من صفات البطولة ومواهب التحفيز والتجيش آمننا آنذاك بأن المظاهرات الغنائية والعصيان المدني والضغط الخارجي من الغرب الديمقراطي المتحضر هي عوامل كافية لدفع الأسد إلى التنحي كما فعل صاحبه في تونس ومصر خلال بضاعة أسابيع بل اعتقد بعضهم أن تطبيق شريعة غاندي والخروج إلى الشبيحة المنتمين إلى الشعب العظيم ملافتات الحب ثم وضع الزهور في بنادقهم سيدفعهم إلى الانشقاق عن الطاغية بمشاهد رومانسية وعندما اضطر الثوار أخيرا إلى الدفاع عن أنفسهم بالسلاح أعتقدنا أن الغرب الذي فاجأنا بعدم تحضره سيسارع إلى خلع الطاغية واسترضائنا خشية نهوض قوتنا على تخوم إسرائيل لم يتحقق شيء من تلك الوعود والأحلام وسادت شريعة الغاب في مناطق كثيرة كما بذل المخلصون جهودا مضنية لتصحيح المثار وقطع يد المتسلقين والعابثين لكن المشهد اليوم يؤكد أن النظام تمكن من رسم حدود دولته من لواء إسكندرون إلى السويدة وأن معامل الدفاع ومخازن السلاح الكبرى والمواقع الاستراتيجية ما زلت بعيدة عن يد الثوار وقد تعلم حزب العدلة والتنمية التركي أن حرق المراحل يعني حرق المشروع كله فتدرج في سلم العلمانية والقومية والصرداء الغربي وإسرائيل قبل أن يكسب أجهزة المخابرات والإعلام والجيش لفالحه علينا أن نتخلى أولا عن العقلية التي ترى في الجهل فضيلة فتخاذل بعض المثقفين والمشايخ لا يعني إذنة العلم نفسه وأن نقرأ التاريخ وعلوم السياسة وفنون التفاوض الدبلوماسي قبل أن نحكم على أنفسنا بأن الثورة لا يمكن حسمها إلا بالقوة وللدرك أخيرا أن التملص من المؤامرة اليهودية البروستانتية العالمية لن يتم إلا بمؤامرة مضادة تملك المقومات نفسها وتحاك بالدهاء ذاته وتنظر إلى الصراع من منظور يتسع للعالم كله ويمتد قرونا قادمة وتستند إلى مقاصد الشرع بالتدرج عند الضرورة وتدرك أن الإعلان عن دولة إسلامية سنية في أي قطر على الأرض اليوم فيدفع العرب والغرب بإفشالها قبل أن تنضج بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة